السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سنتعرفه ونتأكده ما حال طالبة المؤسسة المغربية بالتعليم الاولي ونتأكده بالصحراء طالبة المربيين وش حمل طالبة كل مدينة وش حال طالبة الاعداد سنتعرفه الاشي كامل ونرى كيف نتسجله اذا اول حاجة نديرها وهي اننا ندخل الموقع قبل ان ندخل الموقع المؤسسة سنتعرفوا هذه المهمة وهي انكم تكونوا مسجلين في الموقع الفيديو كيف تسجل في الانابيك انا سوف نضعه لكم في صندوق الوصف لكي تقيدوا و تعقلوا على المطبس وتجربوا بشكل صحيح من اللي تدخل الموقع الانابيك تجد فيه الكثير من الزفخ كل مدينة وش حال طالبة وش حال طالبة مهم ما يهمنا الان هو اننا سوف نرى المباراية التعليم الاولى من المباراية التعليم الاولى سنتدخلوا سنتدخل الانابيك انسكريبسيون وهذه نكتبه باللغة العربية التعليم الاولى وهذا من اللي نكتبوها تعطينا الموقع الأول والموقع الثاني نكليكي الى الموقع الاول وهذا تعطينا نافذة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الاولى هذا الشيء التسجيل في مباراة التعليم الاولى في 2023 تعليم المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الاولى عن التسجيل في مباراة التعليم الاولى لتوظيف مربيات ومربي التعليم الاولى اطفال العالم القراوي الذين تتراوح اعمارهم بين 4-6 سنين ما هو الشورط؟ الشورط هو شهادة البكالورية القدرة على تعلم الممارسة التربوية الجيدة السن ما بين 20-35 سنة ان يكون مترشح من ابناء الدواوير المعنية او الدواوير المجاورة يعني خاص يكون ولد المنطقة ثم نرج كافي ومسئولية لادارة ورعاية الاطفال الصغار القدرة على العمل في اجواء يسودها روح الفارق والتعاون مهارة التواصل الشفاوي والكتابي ايجادة اللغتين العربية والفرنسية وهي البغي الترشح في الاقليم الذي تنتمي اليه لانه تعطى الاولوية لابناء الاقاليم هنا ضرورة التوفر على حساب خاص بك في موقع الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات او انشاء حساب حتى تتمكن من تقديم ترشحك هذا هو اللي كنا نتكلم عليه يعني خسك تشجيل في موقع الانابيك بش يدروا معك الكونترا بعد تقديم ترشحك عبر الموقع الالكتروني لانابيك من الافضل توجه الاقرب وكالة لوضع ميلف الترشح يعني تمشي الوكالة اللي قريبه لك بش تعطيها هاد الوطائق اللي عندنا تكلموا عليها دابا من بين الوطائق المطلوبة في هاد المباراة هدي عدنا سيرة ذاتية صورتان شمسيتان يعني صورة طور ديالك يكون صغار نسخة من ديبلوم مصادقة عليها نسختان من البيتقال الوطني التعريف مصادقة عليها ويتم وضع الميلف كامل لدى المصلحة المختصة انبك يعني تبشي الوكالة وتعطيهم الميلف ديالك مهمة ومربيات التعليم الاولي يعني المهمة اللي يقوم بها هي الاشرف التربوي لانشطة التربية مع قبل المدرسة ويفقى المعايير معمول بها وإلى آخره المشاركة بحيوية المشاركة بحيوية داخل المؤسسة المغربية العامل على تحقيق تطور شمولي للطفل يعني بزاف هناك هذه المهام هم ولا يقوم بها المربي اذا ما كاللاش نقراوهم كاملين دا بغاد مشو نشوفوا الإعلانات الإعلانات اللي يعني المدول اللي طالبين وكل مدينة شحال طالبة اللي كنا تكلمنا عليها قبيلة هناك 20 أسانيون دي أكول هناك 10 أسانيون دي أكولي سيارة هناك 10 أسانيون في إنزقين أي تملول هناك جوج دي الأسانيون في أكادير وموربيون هناك 67 في سطات هناك جوج في بركان هناك 50 في قنيطرة هناك جوج في سمارة هناك 12 في الحسيمة هناك 25 في العريش هناك جوج في توريرت هناك 6 في أزيلال 14 في الناظر 31 في الشيشاوة هناك جوج في الجديدة 15 في بني ملل هناك جوج في فاس كل مدينة كل مدينة تطلب العدد العدد عدنا واحد عدنا كازا عدنا بن سليمان زاقورة خناية فرام إذا كنت من هذا المدين يمكن لك تسجيل كيف يكون كما قلنا تسجيل في الموقع أنا أحط لكم الرابط كيف تسجيل في أسفل هذا الفيديو سوف تسجيل سوف تجمع ذاك الوطائق ويكونوا فيك الشرط التي طالبينهما تكون متوفرة فيك سوف تسجيل الوكالة سوف تسجيل الوكالة التي قريب عليك إنتاجها وفي نفس الوقت سوف تسجيل لك الحساب لكي تسجيل في ذلك الموقع وتسجيل ظهرك يلا الله يعاون والله يصخر الجميع موسيقى موسيقى موسيقى